طيب قلنا بقى دور عيلتك عملوا ايه معيك لما انت قلت لهم انت عايز تروح تصور انا والدي كان يعني زي عائلات كتير هو كان مصور العيلة او هو كان المصور المحب يعني انه يقدر يسافر في هماكن مختلفة ويصور نفسه وكده بعدين يعني انا لما كبرت شوية كان فيه ارتباطات كبيرة ان والدي محب الكاميرات ومحب انه يصورنا في المناسبات المختلفة سواء افراح او خروجات او اللي احنا نزور استوديوهات عندنا في البلد ودي المدرسة الصدقة يعني او المدرسة اللي انا بقدر احبها للتوصيق يعني بمعناه ان احنا بنوصق ايامنا او بنوصق وقتنا وبالنسبة لي ألبومات العيلة اللي بتتخلق بشكل كده يعني بيبقى في حب كده او بيتخلق يعني لفعلا المجرد اللي احنا بنقدر الوقت ده مع بعض فبنوصقه فكان جزء كبير جدا منه هو والدي وكمان السيلفي بورتري اللي هي الصور الشخصية اللي هو كان بيصورها النفس وازاي كان بيقدر يتعامل مع الكاميرا او تجميعه اللي صور اصدقاء لي مثلا كانوا مع بعض في الجيش او كانوا مع بعض في مناسبات مختلفة خلق عندي يعني تصور جديد للصورة ان انا الارشيف اللي هو موجود عندنا في البيت ازاي هقدر ابوصله يعني بنظرة شوية حديثة ازاي هقدر اصنع كتاب هند ميت ازاي هتعامل مع الارشيف العائلي ده بحاجة ممكن تفهمنا واقع احنا عايشينه دلوقتي فالصورة دي كانت من ضمن حوار يعني حاولت افتحه مع والدتي كان كان التايتل كان العنوان عجزنا دول باباكم امتق ده اه دي صورة لابويا وامي وبالنسبة لي يعني الصورة اللي بتخرج من الاستوديوهات اللي هي يعني هي بتقل دلوقتي بس انا بالنسبة لي كان فيها كان فيها حاجات كتير تقدر تفهمنا حاجات عن اللبس حاجات عن الحياة نفسها كانت كانت شكلها عامل ازاي وكمان الصور فتحت لي حوار يعني مع امي ان الكتاب او هو مش كتاب على قد ان انا بحاول اخلق قلبه مع ايلي جديد اه وهو كان اسمه عجزنا خالص يا علي علشان لما بدأت افتح حوار مع امي هي تخيلت ان الحوار ده متأخر جدا وانه القصص دي يعني هي بتحاول تفهم اهميتها دلوقتي وانا بس بشكل بسيط بحاول اوصل لامي يعني لولدتي انه 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 لقا ده لي قيمة ولي قيمة كبيرة جدا والوقت ما تأخرش قوي يعني احنا نقدر نلحق نفتح نقاش وخصوصا الكتاب يعني بيقرب كده مسافات بعيدة يعني انا اشتغلت على الكتاب ده وانا في ألمانيا وكان بيحسسني بالقرب يعني كان بيحسسني انه انه لما بمسك صور قديمة سواء والدي هو اللي صورها او سواء كانت موجودة في ألبوم العيلة من مصورين يعني اشتغلوا عليها سواء في استوديو او كده فكان مهم جدا يعني كان مهم جدا ان الحاجة دي تبقى موجودة في الكتاب يعني اشتغلوا عليها سواء ترجمة نانسي قليقة شكرا